بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما رأكوا تشاهدون ديرتكم اليوم قوارب البطاطا بالحم إذن ما شاء الله ذوق تحفى ويعني لأكثر الضيافة يجوك الضياف أكثر أخرين ما شاء الله طابق روعة إذن نحتاجوا في هذه المقادير ما يلي كما رأكوا تشاهدون نحتاجوا طرف الحم حسب أفراد العائلة كما راهوا الآن أمامكم إذن البطاطا هنا قطعتها يعني على نص ويعني لأخرين نحتاجوا هنا للحم أو الدنداشي البصل ملح زيت كذلك كذلك هنا نحتاجوا زعيترا ثوم طماطم فلفل لكحلة راس الحانود والعكري وهنا أقلت حسب العائلة طرفة الحم والحميسة مش مخهنية وما ننغليها نحطها في الكونجلاتور إذن باشرة نروحوا لطريقة التحضير نحطوا طرفة الحم نزيدوا عليهم شوية زيت إذن البصل نزيدوا الملح الملح حسب يعني اللي عندنا لحسب الحم والمرقى اللي عندنا نزيدوا ورقة زيترا والتواب يقولنا فلفل كحلة راس الحانود العكري والثوم سينة الثوم إذن نحطوهم يتقلوا ونرجعوا لكم هنا بعد ما تقللنا الحم بالبصل والتواب الكل نزيدوا ونضيفوا ملعقة طماطم إذن معجون الطماطم ونبقى ونحركوا فيها هكذا ونحمسوا قلتكم دايما الطماطم السبرة من أحسن أنها تحمسوها شوية باش تروح هذيك العصيد هذيك تحت تروح هذيك اللحم إذن بعد ما تقللت شوية الطماطم بتاعنا المرقوب المسخون دايما نقول لكم مسخون فقط هنا ملاحظة اللي عنده اللحم شوية قاسي دير في العظمات تحت مر يطيبوا بالخف يرجعوا الزبدة هذك اللحم إذن نوح مباشرة البطط بتاعنا اللي درناها على شكل قوارب رشوهم بشوية ملح وندوهم للمقلا يتقلعوا إذن نحطوهم كما تشاهدو ينقلوا إذن نقلوهم حتى يحماروا نحمروهم ونورو لكم كيفاش هيكونوا اللون تحم بعد ما يطيبوا البطاطا إذن نحطوها كامل تنقلها ونوري لكم فيما بعد كيفاش هيكون شكلها إذن هنا إذن هنا بعد ما حمارتنا البطاطا نحطوها في صحن فيه ورق ماس للزيت هذي إذن ننحوهم كامل ونروحوا بعد ما ننحوهم كامل نروحوا نوجدوا للأفاقس اللي نحطوها داخلها ونروحوا 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 فقط حمرناها بشيطنا اللون الذهبي وتعطينا الماذاق وحد آخر إذن لأفاقس نحتاجه هنا أنا كان عندي دانداشي استعملته بصل أحبب بصل صغيرة سنينة ثوم مراسل حانوت في فلكحال يعني التوابي اللي درناهم في المرقى وهنا مع جنوس نديرو ما عندنوش مقطع عرقيق ما عندنوش عفونا مقطع عرقيق نزيدو الملح ما تجيناش مستوسة للداخل إذن نحاولو نزيدو كذلك الزيت بما تجيناش ناشفة حوالي ملعقتين الزيت والبيض احنا عندي تقريبا ثلاثمائة حتى ربعمائة قرام دانداشي نحاولو ندخلو البيض هاذاك ما نخلوش من الفوق باك حي يبسنا لازم نعجنوها مليح ندخلو كل المكونات ندخلوها جيدا مع بعضها البعض ندخلو البيض ومن ثم نروحونا مباشرة نبدو نعمروا القوارب التوعنا نكتفي هاذي ذوك مباشرة ناخذ القوارب ونبدو نعمروا فيهم هذا الشكل نحن نكملو الكمية كلها ونرجعوه اذا هنا الحم راهو طاب الحميصة كنت رميتها مقبل شوية طابت اذا شربت مع الحم هنا القوارب ستفتهم كامل حطيتهم في طنجرة كبيرة وواسعة حطيتهم كامل اللي بقاونا خدمتهم حطيتهم وبدو نرمي المرقى حتى نشوف بلد تغطى الحم ونخليها على النار حتى تتشرب كل شي فكما كنت شاهدوا نبقى نفرغ وحتى نخليها فوقنا تتشرب ويطيبنا لدنداشي لان البطاطا تقريب شبه طيبة قلت لازم تدروها في سخان يكون كبير معراض باش البطاطا ما تتحرسش وما تطيحناش نحاولو نفرغو خلو المرقى تعالي الحم خلوش حلو شوية فقط هنا هنا خلو حتى تتشرب هكتشوفو بعد ما تشربت المرقى تعالى كامل بقات شوية رصص شوية ستفت البطاطا كما كنت شاهدوه في الطرف والحم في الواسط مع شوية حميصة وهكذا نقدموه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة